وفي هذه المناسبة يسر نان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من دولة الكويت الخبير الاقتصادي محمد رمضان أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثامنة حدثنا عن التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الكويت اليوم مساكم الله بالخير شكرا على الاستضافة طبعا احنا اذا بنركز على اهم ما حدث من تطورات في الكويت راح نلاقي ان التطور المالي ويعني كبر الملاء المالية للكويت هو الاساس اللي حدث في السنوات السابقة احنا عندنا بعد يعني من قبل جائحة كورونا الى اليوم ارتفع الصندوق السيادي او ارتفعت قيمة اصول الصندوق السيادي عندنا الى 700 مليار دولار وانما في احد السنوات بما يقارب 30% وبالتالي اصبح اليوم حجم الصندوق السيادي يفوق 700 مليار دولار وهو يحتل الترتيب الاول عربيا وحتى اسلاميا ارادات الصندوق السيادي سنويا لو بنحسبها على السنوات القادمة والسنوات اللي راحت رح نشوف ان هي تتفوق في بعض الاحيان على الارادات النفطية وفي بعض الاحيان تقاربها هذا يعطينا نوع من التنوء في مصادر الدخل خارج الاقتصاد الكويتي فهذا هو مصدر النمو الاساسي عندنا وهذا هو اهم انجاز حصل في السنوات السابقة حتى لو كان على حساب نمو الاقتصاد المحلي نعم من دولة الكويت الخبيل الاقتصادي محمد رمضان شكرا جزيلا لك